السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الاخ عبد الرحمن داكير على القناة داكير انجليش. ان شاء الله سنبدأو الشرح باللغة يعني العربية. اه على قضى المستطع. اه باش ان شاء الله نشرحو مزيان القصة. ونوصلوها الاكبر شريحة باذن الله والناس قراء مع وليداتها باذن الله وتعمل فائدة. اه هاد القصة القصيرة اه يعني اه من تأليف اه عبد الرحمن داكير. يعني العب ضعيف مع اه يعني وتحرير كان اه اديشن كان. اه السادة اه بريطانية. هي اللي دارت لها تحرير في سنة الفين وخمسة عشر. اه انت اه هنا يعني في القصة كاملة يعني في ها يعني اه درت اه وضعت نفسي اه مع الشخصية الرئيسية اللي هي الام. عنوال القصة يعني امنية دي الام. يعني ماذا يعني الحاجة اللي تطمح لها الام. يعني ماذا رز هوب. ايوز ما اه اه انبلاو ان شاء الله. اوز ما ريد ان ماي توينتي اس. تزوجت في العشرينات من عمري. نوك هنا مني تنديرو عشرين. اس هي العشرينات. مني تكون سبعين اس. مثلا السبعينات. هنا في العشرينات من عمري. ايوز ماريد ان ماي تونتي اس. ايوز ايجر تو هاذ بيبي. كنت ايجر هي يعني كنت باغي بقوة. يعني واحد اللي هفا واحد هدا مشتاقة بزاف. ايوز ايجر تو هاذ بيبي. كنت مشتاقة بزاف باش يعني ان ولد يعني راضيع. اي كيم فروم ابيك فاميلي. جيت من واحد الاسرة اللي هي كبيرة. عدد الافراد فيها كتير. كنا خمسة اخوات. سو اي ديسايد ايرلي ويد ماي هازبند نور. اه تستارت فاميلي. يعني قررت يعني اه من الاول مع الزوج ديالي اللي اسميته نور. باش اه يعني نشؤوه واحد العائلة. يعني باش تكون زيادة الاولاد وغير ذلك. شهرين من بعد الزوج. يعني اصبحتو يعني حاملا. كنت محتاطة بزاف. وكنت باش من باش من اديش الجنين ديالي. اللي في البطن ديالي. هاد شي علاش ولي تناكل الماكلة يعني اللي هي صحية. سليبت ويل. ولي تنعس بزاف. تنعس مزيان. سمايلد. ميد مايس. سيف هابي باي ريدين جوكس. يعني ولي تنبتسم. ولي تنجعل مراسي فرحانة. باش بقراءة بعض النكت في. اللي كانين في بعض المجلات. باش يعني ظنن مني بان هاد الحركات يعني قوي الجنين ديالي. بديت تنفس يعني الهواء النقي. اه تن تنفس بعمق في الهواء النقي. اه وسط الحدائق. بديت تنغادر الاماكن اللي متلوتة فيها الدخان او غير ذلك. كنت فخورة بالرديع ديالي. عند الولادة. عندما نظرت اليه. عيني العيون ديالي اشتعلت فرحة. هذا شعور كل ام. كان حب من النظر الاولى. اي وز هيد اوفر هيلز. اين لوف ويد هيم. هذا تعبير مجازي. هيد اوفر هيلز اللوف. يعني كنت يعني كنت يعني وقعت في حبه من رأسي حتى الكعب ديالي. يعني مع الرديع ديالي. اي وز نات سباوت هيم. نات سباوت هيم تا يتبير مجازي. تا يقول لها اي ديال. يعني كنت معجب به كثيرا. اتووز انميزن تايم. كانت يعني وقتا. كان وقتا. وزمنا رائعا. اي ام كريزي اباوت هيم. كنت تنحماق عليه. وي كولد هيم ربيع. سمينا هالطفل الرضيع. سمينا اسم ربيع. دورين وان يير. اي بريست فيد ماي سان ربيع. خلال سنة. يعني قمت بالرضاعة ديالو. الابن ديالي ربيع. اي ديدن سليب ويل اني مور. ما بقيشت الناس مزيان. اي توتس. اباوت هيم افري دي. وليت عندي تفكير اخر ديالو ديالو بوحده. ولات افكار تجيني تنفكار فيه كل يوم. اي اسكس مايسلف. تنسول نفسي. ديد هي ايت ويل. واش كلام زيان. ديد هي سليب ويل. واش اه اه نام مزيان. نعز مزيان. واش هو على ما يرام. عندما اه يضحك انا اضحك وكذلك. عندما ابكي عندما يبكي ابكي انا ايضا. وان هي فيلسك اي فيلسك تو. منين يعني يتمرد. عندما يعني يطح مريض. منين يتمرد. تانا تمرد معه. كذلك. دي ييرز هاف قون باي فاست. سنين. مرت بسرعة. ربيع ريشت دي ايج اوف سيكس. الابن ربيع وصال السن السادسة. we registered him in the best school. سجنه في احسن مدرسة. I devoted my life to rising him. ضحيت بحياتي من اجل تربيته. I drew pictures with him. رسمته معه صورا. played with him. لعبته معه. cooked the best food for him. يعني كنت انطبخ احسن الاطباق معه من اجله. read children's stories with him. كنت اقرأ قصص الاطفال معه. watched children's tv program with him. تنشوف معه البرامج للاطفال في التلفاز. both clothes and shoes for him. اشتريت له الملابس والاحدية من اجله. reminded him to do his homework. كنت اذكره بانجاز الاعمال يعني المدرسية في المنزل. and brush his teeth before going to bed at eight o'clock in the evening. وكنت اذكره ايضا ليغسل اسنانه بالفرشات ويدهب الى سرير النوم على الساعة من ليلا. guided him through this life on a good path. وكنت اقيده يعني في الحياة على المصار المستقيم. give him advice. اعطيه نصائح. give him crush courses in the life subjects. وكنت اعطيه دروسا مكتفة وسريعة حول عنوان في مواضيع عدة في الحياة. told him to keep him chin up. وكنت اقول له ان يبقى شجاعا عند المصائب وعند المحطات اللي هي اه اللي هي صعبة. المواقف الصعبة يعني يتشبت بشخصيته وشجاعته. paid him compliments. وكنت يعني انوهه وا اعطيه يعني اشكره وغير ذلك. made time for him. وكنت يعني تنخصص وقتا من اجله. work at my tail off to save money for him. هذا يعني تعبير مجازي يعني شي واحد اللي كان ما تريحش باش ما تريحش يعني عمل بجهد. تنقوله worked my tail off. to save money for him. كنت اعمل جاهدة لأوفر مالا لاش من اجله. pride for him. اصلي وادعو له. made many sacrifices for him. وقد قمت بتضحيات عدة من اجله. the years went past. سنوات مضت. after الربيع. graduated. من بعد ربيع تخرج من الجامعة. he found the job in short time. وجد عملا في وقت قصير. he became smarter stronger more handsome more knowledgeable more confidence. وقد اصبح ذكيا اكثر وقويا اكثر. ويعني اه شاب يعني اه صورته يعني في الجمالية. جمالية اكثر. ومعرفة اكثر. وثقة اكثر. وقد اخذ هذا تعبير مجازي ايضا. هي يعني اخذ تجارب يعني دارهم تنقوله تحت سمتة دياله هي دارهم في جيبو مثلا. يعني دار واحد تجارب اه في يديه واصبح يعني اصبح عنده كفاءة اكثر. i could count on him. استطعت ان اعتمد عليه. ويعني اه بديت تنقول يعني اه تنعتمد عليه بانه ارى ولا زعمه هز رسولة يعني تانيت عليه او هذا. i had waited patiently for these moments. لقد انتظرت بفارغ الصبر. تلك اللحظة. i told myself i seem to have done my job well. قلت لنفسي اه يعني اه قد قمت بواجبي على ما يرام. right now. الان ربيع is able to follow the rest of his journey in safe way. الان ابني ربيع اصبح يستطيع ان يتتبع بقية مرحلة الحياة صفر في الحياة في اه عن طريق امن. it's time to take a rest for a while. هذا وقت باش ناخد قسطا من الراحة. as soon as he started to work عندما بدأ عمله. he fell in love with a girl called nora. وقع في حب فتاة اسمها نورا. they could not buy an apartment. so we offered for them to live with us. لم يستطيعوا ان يشاروا شقة. وقد اعطيناهم واحد العرض. دي لاش? باش يعيشوا اه لكي يعيشوا معنا. لاذا الربيع ان نورا اميغريد تو كندا. then they immersed themselves in work. من بعد ربيع ونورا. ولدي ربيع وزوجته نورا هجروا الى بلاد كندا. وانغمسوا هناك اه قد انغمسوا في العمل. they worked as hard as the heavy rain in canada. انهم يعملون بجهد مثل شدة الامثار التي يعني اه تنزلوا في كندا. over the years their hearts became as hard as the rocks. على مر السنين اصبحت اصبحت قلوبهم اه اكثر اه قساوة مثل قساوة الصخر. i whispered to myself as hamestu لنفسي قلت لنفسي. i am like a tree in my country. it takes me years to grow and give fruits before exporting them to another country where all things can be bought. even my dear son. انا مثل الشجرة في بلادي. يتطلب مني سنين حتى اكبر. من بعد يعني اه اه تنعطي الفواكه. and give fruits before exporting them to another country. وتتطلب الفواكه قبل تصديرها الى الخارج. الخارج where all things can be bought. even my dearest son. هناك في البلاد الاخرى الكل قابل للشراء. بما فيهم ولدي ربيع. my son ربيع. he grow inside me for nine months. i own his soul in his body. لقد لقد عاش وكبر ونشأ في في داخلي تسعة اشهر عندما كنت حملا به. i owned his soul in his body. كنت املك جسده وروحه. يعني هنا الامتلاك هو نسبي. كأن الانسان يقول عندي دار شقاء او هذا. ولكن المالك الحقيقي هو الله. he was in good hands. كان في يد جيدة. i take care of him for 30 years. لقد قمت برعايته 30 سنة. i was his first friend. كنت صديقه الاول. i dedicated all my life to making him happy. لقد لقد أفنيت كل حياتي لأجعل منه سعيد. he had enjoyed with my delicious home cookies. كان يفرح بالطعام الذي أطبخه له. he had enjoyed my company. وقد كان يفرح جيدا بصحبتي. i had covered him with my blanket in the cold. وكنت اغطيه يعني بالبطانية ديالي في وقت البرد. كنت أغطيه بأغطيتي في وقت البرد. i had done my best. كنت أعمل كل ما بوسعي. right now i am useless to him. الآن أنا غير نافع بالنسبة له. he left me. لقد غادرني. stopped me in the back. لقد طعنني في ظهري. left me with my loneliness. تركني مع وحدتي. my education was a real flop. طربيتي وتعليمي. لقد فشل. كان فشلا حقيقيا. my dream has disappeared. حلمي قد تبخر. i fell down in the drums. هذا تعبير مجازيت. هو أيديوم. يعني كنت أشعر باليأس. i live with it. عيشت مع هذا اليأس. i am as the tree which lost fruits. أنا مثل تلك الشجرة التي فقدت فواكهها. and its roots dried. وجذوري قد جفت. they expected me to die. إنه ربيع وزوجته ينتظروا مني أن أموت. the tears fell down my cheeks. دموعي قد نزلت على خدودي. later my husband nor died. من بعد زوجي نور توفى. i buried with him all my happy memories. لقد دفنت معه كل الذكريات السعيدة. it was no loving mother. ما بقاش الضحك. كل شيء يفرح لم يبقى. i have nothing to leave for. ما بقيتش عيشة من أجل لا أحد. لا زوجي ولا ابني. ابني قد غادر إلى بلاد بعيدة. وزوجي قد توفى. i have lost the nearest person to me. لقد فقدت أقرب شخص إلى نفسي. and all loving things in my life. وكل الأشياء التي كنت أحبها في تلك الحياة. my life is empty in soules. حياتي أصبحت فارغة وبدون روح. i have nothing to leave for. ما بقى لي يلتشي واحد لنعيش من أجله. i want to die too. أصبحت أتمنى الموت أنا أيضا. for god's sake. هذا معنى مجازي. يعني تقولوه. يعني بش يقولو بش يحلفو أو هذا. يعني بحق السماء بحق الرب. يعني قسم. one hope that i have to achieve before that time is to see my son. عندي أمنية اللي بغيت أنجز قبل ذلك الوقت. يعني قبل الممات ديالي. here is to see my son. هي أن أنظر إلى ولدي. my heart. قلبي. my life. حياتي. ربيع. beside me. بجانبي. speak with him. أتكلم معه. listen to his voice. أسمع إلى صوته. talk together about his childhood. نتكلم جماعة حول طفولته. touch his hands. أن ألمس يده. يده. kiss him on his head. أن أقبل رأسه. hug him so tightly. أن أعانقه بشدة. as much as I can. على قدر استطاعتي. then I would do happiest mother in the world. من بعد. سنكون من أسعد أمهات في ذلك العالم. هذه قصة يعني كنت نشرتها في مواقع عالمية في 2015. وتفعلوا معها بزاف الأسارة العالمية في أمريكا. في الموقع دي الريتر كافي. ويعني المورال والحكمة من هذه القصة. وهو أنه ركزت على الأم. القصة كلها الأم اللي تتكلم. يعني بش نعرفه أن الأم ليس كالأب. يعني الأب يعني عنده يتمنى أن يكون ولده أحسن يعني رجل في العالم. يعني ناجح في عمليان وفي كل شيء. ولكن أمنية الأم مختلفة جدا. أنها بغض النظر يعني تريد النجاح لولدها. ولكن عندها أمنية خاصة نعرفها جميعا. هو أن الأم حاجة وحدة لتصبغي. هي أن يكون أولادها وأبناءها قريبين منها. يعني لا تريد لا مالا ولا أي شيء. ولا تريد عندها حلم واحد. وأمنية وحدة هي أن ترى أبناءها حولها. وأن تستمع إليهم وتستمتع بهم كما كانت تستمتع بهم. وهم صغار تريد أن تستمتع بهم. وهم وأبناء وأحفادهم وغير ذلك. هذه هي أمنية الأم. ونتمنى يعني من خلال هذه القصة كما تفعلوا معها الأسر العالمية. حين شرحناها بالدارجة أو بالعربية على قضى المستطاع. لكي نوصل الفكرة الرئيسية في ذلك القصة. هو أنه بعد النجاح أي شخص يعني لازم ينتسبه لهذه النقطة. لأن قبل هذه القصة قرأت عائلات غنية في الهند. عندهم هذه المشكلة ديال الفراق مع الأبناء. لأن تشوفوا النجاحات ديالهم إلي مشوا الأمريكا. تنجحوا أكثر. ولكن عندما يذهبون ويهاجرون إلى أمريكا. يعني يأخذون أحسن المناصب. ويعني حياتهم تتبدال ويكون عندهم أضعف الأموال. ولكن ليس لديهم عطل. وقت العطل للآباء مختلفة على الأبناء. والأبناء يعني العطل ديالهم في الصيف. الأباء ما تيبغوش يعطوهم العطل. يعني الأسرة صعيب عليها تتعذر عليها باش ترجع للهند. باش ترجع البلد للهند. ورغم أن هذوك الآباء أغنياء. يعني حياتهم تتقلب رأسا عن عاقب. لأن الفرحة ديالهم ما تتمش. لأن أبناءهم أولوا عايشين في أمريكا. وهما رغم الطراء ورغم الأموال. يعني عايشين وحيدين. يعني عايشين على ذكريات طفولة أبنائهم. يعني هذا الشيء بالنسبة للأم أقصى شيء. هو بعد أبنائها عنها. يعني هنا مركزناش على الحاجيات المادية. لأن عائلات سارية في الهند تعاني من ذاك المشكل. يعني مشكل ليس مشكل مال. ولكن مشكل قرب. والأم الحلم ديالها. هو أن الفاكهة ديال التعب ديالها. خاصة جنيها. هذك يعني شجرة تسكبر. تتاخد سنين. كذلك ذك الأطفال أخذوا سنين من العمر ديالها. والفاكهة ديالها ليس مالا ولا أي شيء. الفاكهة ديال ديال الشجرة ديال التربية. هو يكون أبنائها يعني في القرب منها. حتى يعني تعرف علي يعني تعيش معهم على الحل يعني على مشاكلهم أو أفراحهم. ونتمنى أن يعيشوا على الأفراح. والأبناء يعني نصيحة لكل الأبناء الأمهات. أنهم يجب عليهم أن لا يعني يوصلوا الوالدهم مشاكلهم. مشاكلهم. لأنهم عاشوا أخذوا سنين بش ينشؤوا ذك الأسرة. يعني نتيجة التمار خاصة بقى عندهم هي الفاكهة. هي يشوفوا إلا الأفراح. وهذك الأبناء خاصوا يكونوا واعين بعد المسألة. بأنهم ما خاصوا مش يوصلوا الوالدهم إلا الأشياء المفرحة. إلا الأشياء المفرحة حتى يفرحوا قلوبهم. ويعني في ديننا الحنيف الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى من تصاحب قال أمك 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 ثلاث مرات. فالأم ثم أباك. وبالوالدين يعني تكتمل الفرحة إلى برد الوالدين. يعني الحمد لله تتيسر كل الأمور وتتيسر كل النجاحات. وكل النجاحات اللي وصلنا لها كلها كانت برد الوالدين. نتمنى من كل شخص أن يركز على تلك الحكمة. ولو يعني الظروف جعلته يصافر إلى بلد بعيد. هناك يعني في الوقت الحاضر الحمد لله يعني الحويج الإتصالات اليومية. يعني التكنولوجيا على الأقل المكالمات عدة مكالمات ويعني الفيديو عن بعد. هذا ذلك على الأقل يقلل من حدة بعد الأبناء عن والدهم. ونتمنى الخير للجميع ونتمنى الأسر في كل العالم أن تتمتع بأبنائها. بأبنائها وأن يعني تجني تمارا طيبا باش تهم الأولاد ديالهم يكونوا تمار طيبين إن شاء الله. وتستمر الشجرة إن شاء الله إلى الأبد. إلى أن نلتقي في قصة قادمة بإذن الله. معكم الأخ عبد الرحمن داكير إلى أن نلتقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.